السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في مقطعنا لهذا اليوم اليوم بنتكلم وياكم عن طريقة تحافظ على السيارة يوم تصفونها على منحدر إذا صفينا السيارة على منحدر كيف نحافظ على القير ونتأكد أن القير ما يخترب أو ينكسر بنشرح لكم الخطوات كيف نصف السيارة وكيف ننزلها مرة ثانية وطبعا قبل ما ندخلوا إياكم المقطع لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتابعوا حسابنا على الإنستغرام قلت فرفورمانس آخر شيء نطلبه منكم إذا عندكم أي تعليقات أي استفسارات إذا استوالكم موقف يتعلق بهذا اللي بنراويكم إياه اليوم اكتبو لنا إياه تحت في التعليقات تفضلوا إياه للمقطع هني مثل ما تشوفون الجمس واقف على منحدر أوكي فهو مبسيدة ما عارف إذا يبين عدل ولا شوفوا كيف نازل فبراويكم حين كيف صفيته دون ما خربه وبراويكم بعدين كيف تنزلون السيارة مرة ثانية بطريقة تحافظ على القير أمية بالأمية نبدأ نشغل السيارة ونصير فوق المنحدر يوم بصعد فوق المنحدر يفضل إن القير يكون في الواحد خاصة إذا المنحدر شوية عالي يعني فبدا أتجدم لين ما أوصل فوق المنحدر اللي أبقى أكون فوقه أو حتى لو عنزله نفس الشي نزله أو صعده نفس الشي فحين يوم أنا فوقه أدوس بريك يوم ندست البريك أشري اللي بنع الرئيس أدوس بريك أحط القير في الان في النيوترن في الخالي أحيانا وأنا دايس البريك ما شريلي عن البريك القير في الخالي أنزل الهاند بريك إذا الهاند بريك فوق بليد بليد قال لي يسمون الفوت بريك خلاص أحين أقدر أشريلي عن البريك أحين اللود ملوزن الموتر على الهاند بريك مبع على البريك ولا على الجير أهم شيء أن اللود ما يكون على الجير لأن إذا كان على الجير يوم بتردون الجير مثلا حين تبون تراوحون تحطونه في الار أو في الدي بتسمعون صوت وايد قوي دي فهالصوت يخرب الجير فأحينه اللود كله على الهاند أو الفوت بريك أحينه ريلي مبع على البريك ولا على الهاند بريك خاص بس الهاند بريك راكب بس أحط الجير في الباركينج خلصت هاي الطريقة اللي أوقف فيها السيارة أحين أبروح شو أسوي مرة ثانية أدوس بريك أدوس البريك أنزل الجير في النيوترل والجير في النيوترل أشري لي عن البريك أحينه وين اللود مرة ثانية على الهاند بريك لأن الجير في الخالي مبع على الجير أحينه أراويكم الخطوة اللي بعدها الخطوة الأخيرة مرة ثانية أحط لي لي على البريك وأرفع الهاند أو الفوتو بريك خلاص أحينه الجير بعد عندي في الخالي أحط لي شيئا مثلا بحطها أحين في الريوس وبشري لي عن البريك شوي شوي نزلت السيارة بس بهذا نكون خلصنا وياكم مقطعنا لهذا اليوم لا تنسون اللايك والسبسكرايب عندكم أي أسئلة أي اقتراحات اكتبو لنا إياها تحت في التعليقات الله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة